هو ده اللعيب اللي متكلف المدرب اللي عارف الأدوات اللي بيشتغل عليها ليه بقارن بهنا بمحمد صلاح يمكن ممكن تختلف مع محمد صلاح ويعني هو مش نبي يعني أي حد فينا بيغلط يعني لكن محاولة إنك تشيل محمد صلاح كاس العالم هنا مرفوض هنا مليون علامة X على هذا الأمر وبعدين تطلع بقى إيه شوية أخبار خبيثة انت عارف إن صلاح مش عارف خد إيه من رئيس الشيشال لا يا سيدي ما خدش ولا ملي لا يا سيدي ما خدش تعريفة وأنا بقولك معلومة مؤكدة 100% محمد صلاح ما خدش تعريفة من الشيشال وما ياخدش ولا طبعته ولا أسلوبه ولا كلام فارغ من ده واللي بيطلع الأشعات دي بقوله عيب عيب إنه إحنا النهاردة بقى عندنا رمز كروي كبير نتمنى إنه يبقى في يوم الأيام زي أم كرثوم يبقى زي زويل يبقى زي نجيب محفوظ يبقى زي الناس دي وإن كان هو اخترى بإنه يبقى زي الناس دي الحمد لله لسه قدامه وقت لسه قدامه وقت شوية لكنه ما شاء الله أصبح نجما عالميا موجود سمعت عدد وتعالي الكرة قال له ما هو خسر ماتش ريفرفة بوله لأنه طلع بيضحك ده وقت كان في المستشفى يعني ساعتها كان في المستشفى أنا أشترى بيضحك ولا حاجة ولما يخسر ريفرفة بول مع ريال مدريد ده طبيعي في نهاية كاس أوروبا ده عادي جدا بيخسر من ريال مدريد ده طبيعي جدا جدا يعني لكنه الكلام بقى محاولة تشويه محمد صلاح والتشويه تيجي من داخلنا هنا نقول له ستب وقف ما ينفعش لأنه صلاح هو مستقبالنا ونضرب تلك مثال بكفاني في البداية لأنه كفاني لم يشارك في كأس العالم الصابقة ورجاء ودعت بطولة العالم الصابقة مبكرا فكفاني لم يشارك عيب عيب لما يطلع الكلام ده مين كنتوا يا مسؤولين من داخل الاتحاد المصري لكرة القدم هذا الكلام مرفوض جملة وتفصيلا والحفاظ على صلاح والحفاظ على أمثال صلاح مطلوب وبتر كل عنصر فاسد كل عنصر فاسد سواء داخل الفريق أو داخل الاتحاد أصبح أمرا يعني هاما وملحا يعني أي عنصر فاسد الناس اللي بتطلع وترغي ومبوزة كورة في مصر اللعيبة اللي أفسدت المعسكر في التوقيت اللي كان لازم يكون فيه قمة التركيز والانضباط والالتزام وطوال كاس العالم ما كناش بنتكلم غير في محاولات رفع الروح المعنوية وبعت رسالة إيجابية وخليك مع منتخبنا الوطني في الوقت اللي كان كتير منهم للأسف الشديد المادة بتضغي تماما على كل أفكارهم وكل تفكيرهم من هنا بصوا حضراتكم ده كان أكبر رد ده أكبر رفع الروح المعنوية